قام رئيس مجلس دارة صندوق صيانة الطرق الجسور المهندس معين محمد الماس بزيارة تفقدية لمحطة الوزن المحوري في رحاب بمديرة خورمكسر بالعاصمة عدن وخلال الزيارة حث الماس الفرق الفنية على ضرات مواصلة الأعمال الخاصة بضبط الحمولات البخالفة وأكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه المحطة في ضبط الحمولات الزائدة للمركبات الثقيلة وستمع الماس إلى آخر الإحصائيات حول أعداد المركبات الثقيلة الملتزمة بالقانون والمركبات المخالفة وتلقى شرحا حول عمليات تقييد البيانات وترحيلها إلى قاعدة البيانات لدى الصندوق وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في متابعة ومراقبة وضبط الحمولات الزائدة للمركبات الثقيلة وبالشكل الذي يساهم في تعز السلامة المرورية وتحسين البنية التحتية في العاصمة عدن مما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين والمستخدمين موسيقى